شكرا لأستاذ شريف فواد المتحدث الرسمي للنادي الأهل وأعتقد القرارات المهمة التي سمعتها حضراتكم لعل أبرز ما فيها ألف مليون سلام على الكابتب محمود الخطيب أقرب المقربين له في النادي الحياة ما كانش يعرفه أن هذا الرجل يخفي كل هذه الألام المبرحة وليس عايز أقوله الخطيرة لكن بإذن الله تعالى هذا الورم في الرأبة اللي ضغط على الحبل الشوكي وعامل مشاكل ده كترة شافوا أن هذا الورم يصعب تركه إلى هذا الحد عشان لو نمع أكثر بكده ممكن يخش في حتة مش فشافوا سرعة التدخل الجراحي يوم 19 نوفمبر إن شاء الله لكن دي مسألة بإذن الله تعالى كل محب الأهل وكل محب كابتن الخطيب وكل محب تاريخه وكل المصريين وكل الناس اللي تعرف محمود الخطيب مؤكد أنه تدعيله أنه ربنا بإذن الله تعالى يتم عليه الشفاء ويكون بإذن الله العملية دي هي العلاج الناجع للألام التي يشعر بها بإذن الله ويرجع لنا بألف سلامة إن شاء الله لكن العملية يوم 19-11 يوم لـ 2-19-11 لغاية قبلها بـ 48 ساعة كابتن الخطيب يرأس الاجتماع الممتد للمجلس الإدارة ده الحرص على مصلحة النادي بكرة وبعده يواصل اجتماعه للجنة التعاقدات اللي عززها بإضافة الأستاذ هايسة معرابي علشان يبدأوا يحطوا خطة العمل للمرحلة المهمة اللي جاية إيه قراءتك لكل هذه؟ طبعا لا يفوتنا أبدا توجيه الشكر والتأدير والتبجيل والإحترام والتقدير للكابتن عبد عزيز عبد شافي والكابتن علاء عبد الصادق على ما قدماه للأهل من عطاء وإخلاص خلال فترة عملهم في لجنة الكرة طوال هذه السنة والمجلس وجه لهم الشكر المستحق والتقدير الواجب أثمن وأؤيد تقدرنا الكامل اللي أنت قلته للسناء العظيم كابتن عبد عزيز عبد شافي والكابتن علاء عبد الصادق نتمنى لهم التوفيق في مستقبل الأيام ولكن طبعا نتمنى كل الشفاء للكابتن محمود الخطيب ويعني يرجع بالسلامة ويكون معافى بإذن الله من كل الألام إن شاء الله هستوقف وأذكرك لما كنا بنعمل الهيكلة في الحلقة اللي أنا أعلنت فيها الهيكل التنظيمي لإدارة التعاقدات وقلت لك إن احنا كلفني النادي إن أنا أعمل هيكلة باختصاصات محددة وقلت لك إن احنا فيه تلت روافض يعني المستشار اللي بعد كده ممكن يبقى أي حد لحد ما يسكنوا لها رئيس وبعدين فيه الكابتن فاض وقلنا إن جهاز التقييم بقيادة الكابتن على المفروض كان يبقى موجود في رافض كابتن فاض والأستاذ هايسن عرب فاختياره كان موجود تأجل لظروف خاصة لما الناس تأكدت إنه حيقدر يدي بكامل الطاقة في هذا المكان وهو نفسه لم يتوانى في اللحظة اللي طلب النادي الآلي اللي استعانى به محدش بيتأخر فالرجل استجاب عشان يكمل الهيكل بالشكل السليم والهيكلة تؤدي إلى عمل وانطلاقة بكامل القوة بإذن الله لصالح النادي الآلي اللي محطوط اختصاصات بإذن الله هتكون مش بس في استراب لعبين إلى محليين وخارجيين إلى النادي الآلي ولكن أيضا تصدير اللعبين إلى أوروبا وإن كده ويمكن دور رهيسن حيبقى واضح في الحتة دي بالإضافة إلى ما يتم تكليفه بيها اختيار موفق كده نقدر نقول إن الإدارة اكتملت وربنا وفقهم جميعا لأن أمامهم مهام ثقال في طرفات الكابتن فاضل عمل جهد تنظيمي في بنك المعلومات ومتابعة المواهب والداتا والكلام ده وعمل ملف بترشحات فنية بتحليل كامل لهذه الترشحات وقد يكون كلف بعض الاتصالات فإذن هيسم بإذن الله مع كابتن فاضل حيقودوا هذا العمل إلى النجاح الكامل كما تتمناه جماهير الآلي وكما يستحق الآلي ترأس الكابتن محمود الخطيب للجنة التعاقدات بهذا التشكيل القوي اللي تم تدعيمه لجنة التعاقدات فيها المهندس عدل القيعي مستشار للجنة فيها الكابتن محمد فاضل وفيها الأستاذ هيسم عرابي وفيها أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات لا ده التسويق ده حاجة تانية لكن فيما يخص الكرة عندك هذا التشكيل ذات العيار الثقيل عدل القيعي مع حفظ الألقاء مستشارا وبنحين بمنتهى القوة محمد فاضل وهيسم عرابي أعتقد ده عمل كبير عمل كبير نتمنى أن يكلل بالنجاح بالذات في الفطرة دي تطرح الساسة ومهمة جدا ولكن لابد أن أعطي كل واحد حقه الجهد التنفيذي والجهد الديناميكي سيكون للشابين كلهم كفاءة وكلهم إخلاص وكلهم رغبة مع توجهات مع تدخل في اللحظات التي يحتاجوها مني إذا كان هناك حاجة إلي لن يكون هناك دافع غير مصلحة النادي الأهلي وبعدها نقدر نطمئن على الأهلي ونقدر نختار بقى في مقبل أيام إن شاء الله كل التوفية باش مهندس البعض هيسأل الجهاز الجهاز الفني هو كابتل محمود الخطيب مجلس الإدارة جدد توفيضه له أو توفيض المجلس له في مهمة الإشراف الكامل على كرة القدم ومن ثم كابتل الخطيب تلقى كل التقارير من كل الأطراف بيعكف على دراستها وفحص محتواها والاجتماع الممتد للمجلس الإدارة بعد غد يوم السابت إن شاء الله بيرأس الجلسة الكابتل محمود الخطيب وهي جلسة ممتدة خاصة بقطاع كرة القدم حتى هو ليس لجنة الكرة والتغييرات المقترح أو المطلوبة في قطاع كرة القدم كلها في النادي لكن زي ما بقول لكم ما يخص التدعمات ما يخص التعاقدات من المؤكد هتلاقوا شغل كتير الناس كانت بتسأل هو أي فريق من حقه في يناير القدم إن شاء الله كل فريق في الدوري من حقه إضافة خمس أسماء يعني يستكمل عنده خمسة وعشرين هيقوت ثلاثين إضافة خمسة حتى لو عنده أربعة وعشرين حتى ما كانش مفهوم ليه من الأول خمسة وعشرين يعني ويضاف إلى هذا إنه الاستبدال مفتوح يعني كل نادي عنده أي عدد من اللعيبة هيشيل سين ونحط الصاد دي نقطة مهمة لأن الجمهور كاتم اللي خبطها جدا دي مفتوح يقدر أي نادي في الدور الممتاز يشيل الخمسة وعشرين لو عنده فلوس وجيب خمسة وعشرين غيرهم لا إحيا يا جوز ده قانونا ده من حقه قبل ما الناس تتكلم الصداد فصل للنادي الأهلي هذا قرار مرسل لكل الأندية قيد الخمس لعبين وفتح الاستبدال من أربعة سبعة الماضي يعني من أكتر من أربعة شهور مرسل هذا القرار من اتحاد الكرة لكل الأندية افتكروا كلامي كويس الناس هتقول لك اتحاد الكرة فتح الاستبدال لأجل النادي الأهلي